نعرض رأس عدد من المشروعات اللي جاءت أنجزها من قبل وزارة الضامن الاجتماعي خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج المشروع القومي لتوعية الشباب والشبات المقبلين على الزواج والمشروع ده اسمه ايه مودة مش احنا بنقول انه الزواج سكن ومودة ورحمة وزارة الضامن الاجتماعي عملت مشروع او دشنت مشروع اسمه مودة هذا المشروع معني بعملية تأهيل الشباب للزواج عملية توجيه الشباب والشابات للزواج وما يجب عمل والقيام به قبل الإقدام على فكرة الزواج حتى يكون زواجاً مجتمراً وناجحاً ومفيداً لكل الأطراف والذي يأتي في إطار جهود الحكومة أهو النقطة ده مربطة فرص للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري بمشاركة متخصين من الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أستيزة الجامعات والأطباء